السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم أستاذة سالي نبيل مدرسة مادة العلوم بمدارس بدر تايجرز الخاصة النهاردة يا أولاد هنتكلم عن الوحدة الثانية وفيها الدرس الأول وهو المخلوط الدرس ده يا أولاد سهل ومختلف تماما عن الدروس اللي قبل كده لما نيجي نتكلم في بداية الدرس يا أولاد عشان نفهم يعني إيه مخلوط طبعا عايزين نفتكر مع بعض حالات المادة اللي خدناها في سنة رابعة أيوانا سامعاكم بتقوله هوت حالة المادة صلبة الحالة الصلبة والحالة السائلة والحالة الغازية طيب لما جينا يا أولاد لما نيجي يا أولاد نقسم المواد حسب تصنف المواد وفقا لدرجة نقاءها إلى نوعين هم عايزين إيه نصنف المواد فيه مواد يا أولاد بتبقى نقية تمام ومواد تسمى بالمخلوط أو مخاليد المواد النقية هي مواد تتكون أجزاؤها من نوع واحد فقط زي السكر يا أولاد بيتكون من نوع واحد فقط هو النوع بتاعها سكر بس مش بيتحط عليه مادة تانية زي إيه كمان؟ زي صودة الخبيز صودة الخبيز ده اللي هو الباكنج بودر اللي مما بتستخدمه عشان تعمل الكيكة أو تعمل البيتزا مثلا تمام؟ طيب مواد نقية كمان زي الماء المقطر عارفين الماء المقطر ده إيه يا أولاد؟ الماء المقطر ده اللي هو اللي بيبقى موجود هو عموما بيبقى في المعمل بس هو لو أنت عايز تعرفه هو الكيس اللي بيبقى في الصيدلية بيتحط مع المضاد الحيوي الدواء اللي أنت بتاخده بنحطه على المضاد الحيوي عشان نخففه ده ماء مقطر ده بيبقى مية نقية تماما مش نطاف عليها أي عناصر معدنية أخرى إذن المواد النقية هي مواد تتكون أجزاؤها من نوع واحد فقط مثل إيه الماء المقطر والسكر وسودة الخبيز أما المخاليط يا أولاد يعني عبارة عن حاجة زائد حاجة هي مواد تتكون أجزاؤها من أكثر من نوع واحد من المواد زي إيه زي اللبن اللبن ده طبعا بيبقى فيه مكونات اللبن فيه الكالسيوم وفيه مية وفيه الإشطة كمان العطور العطور بتتكون من إيه بتتكون من الكحول اللي فيها وبتتكون من اللون اللي بيحطوه وبتتكون من الرائحة اللي بتبقى فيها إيه معجون الأسنان بيبقى عبارة عن كذا حاجة برضو مع بعض وهناخد الحاجات دي واحدة واحدة بقى مع إيه مع سريان الدرس العصائر كمان يا ولاد والعصير طبعا العصير مثلا مجمع العصير مثلا موز بيبقى عبارة عن موز ولبن وبنحط إيه كمان أيوة سمعاك وهو السكر تمام إذن العصير يعتبر مخلوط الهواء الجوي يعتبر برضو مخلوط لأنه عبارة عن خليط من عدة غازات زي غاز الأكسوجين غاز النيتروجين غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء ويقى فيه غازات أخرى زي غاز الأزون فيه حاجات موجودة في الغلاف الجوي المهم إن الهواء الجوي ده أولاد فيه غازات مختلفة إذن يعتبر مخلوط الخرصانة 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 دي أولاد اللي هي اللي بيبنوا بيها دي بتبقى عبارة عن إيه عبارة عن أسمنت وعبارة عن زلط اللي هو اللي بيحطوه وبيحطوه ميا كمان وبيحطوه رمل بيقلبوه في الجهاز بتاع الخرصانة ده العربية الكبيرة دي وعشان إيه يعملوا خرصانة ويبنوا بيها العمارات والمباني طيب الصلصة الصلصة بتبقى عبارة عن طماطم ومية وبيحطوه عليها كمان ممكن نحط عليها كاتشاب أو كده إذن الصلصة تعتبر مخلوطا طيب لما نيجي أولاد نقسم المخاليف هنقسمها عسب النوع إلى مخلوط مثلا صلب زي صلب بيتكون من مادتين أو أكثر من المواد الصلبة زي إيه زي صلطة الفاكهة يعني عبارة عن طفاح وموز طيب صلطة الخضروات زي إيه زي صلطة الخضروات زي البسلة زي الفاصولية نحط جازر كده المكونات دي أولاد دي عبارة عن مخلوط ده مخلوط صلب وصلب صب زي سلب أما مخلوط سائل زي مسيحيات السلطة الحاجات اللي بنحطها يا أولاد عشان تدي مزاقل السلطة زي إيه زي الزيت وزي الخل وزي العطور ممكن نحط حاجات على العطور لا المشيحيات السلطة زي الزيت والخل دي بتدي طعم للسلطة أما العطور يا أولاد بيقولك إن هو نوع من أنواع المخالية السائلة زي إيه زي الكحول وزي زيت العطر زي العطر اللي هو اللي بيدي ريحة للعطر اللي عندنا نوع كمان آه في نوع كمان في صلب زي سائل صلب وسائل زي مخلوط الرمل والماء ومخلوط الملح والماء الرمل ده مدى صلبة والمية مدى سائلة كمان مخلوط الملح والماء الملح مدى صلبة والماء مدى سائلة طيب مخلوط يا ولادئي كمان زي الغاز والسائل غاز والسائل زي المياه الغازية اللي هو السيفن أو البيبسي اللي احنا بنشتريه عبارة عن مخلوط من ثاني اكسيد الكربون وماء الصودة المخلوط ده يا ولاد ده عبارة عن مياه غازية عبارة عن غاز اللي هو ثاني اكسيد الكربون وماء الصودة ده عبارة عن سائل طبعا مادة الغازية دي بتبقى طبعا مش مفيدة بالمرة طيب مخلوط زي غاز وغاز زي الهواء الجوي في اكسوجين ثاني اكسيد الكربون نيتروجين وبخار الماء زي ما قلنا تمام طيب بعد كده يا ولاد عايزين نتكلم عن طرق تكوين المخلوط ازاي يا ولاد اقدر اكون المخاليد عشان اكون المخاليد بيقولك فيه تلات طرق وبتيجي في اكمل الطريقة الاولانية الرج التانية الطحن رقم تلاتة التقليب بيقولك يا ولاد لو انا عندي عايزة اخلط السكر مع الماء بستخدم طريقة ايه بيقولك بستخدم طريقة سكر ومية تخيلها كده لوحدك ما تحفظ حاجة في العلوم انت ممكن تجيب الاجابات من فهمك للدرس طيب سكر وماء استخدم طريقة ايه ممكن استخدم طريقة الرج حط السكر على الماء ورج الكباية او اعمل ايه استخدم ايه استخدم المعلقة يبقى الرج او التقليب طيب لو انا عايزة استخدم مثلا اعمل عصير الموز واللبن استخدم طريقة ايه الرج برضو والتقليب طيب لو انا عايزة اعمل اخلط الملح ملح الطعام والفلفل ايه هستخدم الرج ماشي هستخدم التقليب ممكن الطحن أطحنهم أفضل طريقة أفضل ليه مادة صلبة مع مادة صلبة بستخدم طريقة الرج والطحن الطحن في المطحنة نحط الملح مع الفلفل في المطحنة وبنقلبهم طيب طرق فصل المخاليط يا ولاد بقى لما يجي أفصل المخاليط عن بعضها بستخدم أربع طرق الطرق دي يا ولاد بتيجي في متحن العملي كمان يعني النظري والعملي أول طريقة هي طريقة الجذب المغناطيسي طريقة الجذب المغناطيسي دي لو أنا عندي مخلوط من الحديد والرمل طب أنا عايزة أفصلهم عن بعض هقوم جايبة قطعة من المغناطيس تمامش إحنا وقدين المغناطيس بيجذب الحديد هقرب المغناطيس للطبق بتاعي اللي فيه رمل وحديد أول ما قرب المغناطيس هلاقي إن الرمل بيروح لمين؟ الرمل ما بيروحش في حتة أما الحديد بينجذب للمغناطيس إذا أنا كده خدت الحديد وبقيت الرمل في الطبق يبقى أنا كده فصلت الرمل عن الحديد أول طريقة هي طريقة الجذب المغناطيسي طيب أما طريقة الترشيح طريقة الترشيح دي يا أولاد هي طريقة تستخدم في فصل المواد الصلبة غير الزائبة في المحلول زي إيه؟ زي فصل الرمل عن الماء باستخدم ورقة الترشيح ورقة الترشيح دي بحط فيها الرمل والماء اللي اتنين مع بعض هلاقي إن الرمل يا أولاد هيتبقى لي في القمعة في قمعة كده وبنحط عليه الورقة هيتبقى لي في القمعة والورقة تمام وبين مية بتنزل تحت في الكأس أو الكوب اللي معايا طيب طريقة الترشيح بتستخدم لفصل المواد غير الزائبة في المحلول أما طريقة التبخل زي الملحم والمية لو أنا عندي ملح ومية وحطهم على النار هيحصل إيه؟ هيحصل إن الماء بيتبخر ويبقى إيه؟ يبقى الملح دي طريقة التبخير أما طريقة كمع الفصل لو أنا عندي أولاد لو أنا عندي ماء محلول فيه ماء وزيت طبعاً لو أنا عايزة أفصل الماء عن الزيت فيه جهاز يا أولاد أورهيكو في المعمل الجهاز دي يا أولاد بيفصل الماء عن الزيت لو أنا حطيت فيه الماء والزيت هيبتدي الماء ينزل الأول واحدة واحدة الماء طبعاً خفيف بينزل واحدة واحدة وأول ما ييجي عند الزيت هقفل الصنبور بتاع كمع الفصل لو شفت الصورة هتلاقي موجودة في كتاب المدرسة هتلاقي إن كمع الفصل بتتقدر تتحكم بفصل الماء عن الزيت المية هتنزل في الكوباية وهيتبقى لي الزيت هنقفل الصنبورة على كده وكده يبقى أنا فصلت الماء عن الزيت وبكده يا ولاد نبقى خلصنا درس المخاليد الدرس ده سهل يا ولاد ما عبارة عن نعرف بس ما هي المادة النقية ما هو المخلوط طريق التكوين المخلوط وطرق فصل المخاليد شكراً وأرجو حلق التمارين كتاب الأنشطة الموجودة على هذا الدرس شكراً